اشتركوا في القناة اضع علامة فيه على اركان الحج معناها نبين اركان الحج والراهي الوقوف بعرفة الاضحية الطواف بالبيت حلق الشار صوم يوم عرفة الشرب من ماء زمزم السعين بين الصفة والمرواء رمي الحجامارات زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحل ندروا تمرين وندروا الحل تعوم مباشرة طيب اضع علامة فيه امام اركان الحج اركان الحج الركن الاول الوقوف بعرفة الركن الثاني الطواف بالبيت العاتق رمي الجامارات والسعي بين الصفة والمرواء خمسة اركان طيب اصنف فوائد الحج ما هي الفوائد الاشياء التي يستفادها الانسان من الحج حسب نوع كل اثر في الجدول الموالي فوائد اجتماعية وفوائد روحية دينية طيب تحقيق الركن الخامس من اركان الاسلام تدريب النفس على الصبر والعبادة التراحم والتضامن تزكية النفس التعارف بين الناس زكية النفس تزكية النفس من الشح بالمال طيب نمروا للحل الفوائد الاجتماعية عندنا التعارف بين الناس تجتمع في مكة وفي عارفة جميع المسلمين من جميع أنحاء العالم التراحم والتضامن بين المسلمين الفوائد الروحية والدينية هي اللي كثيرة تحقيق الركن الخامس من اركان الاسلام تزكية النفس تدريب النفس على الصبر على العبادة تزكية النفس وتخليصها من الشح والبخ بالمال التمرين اللي بعده أكمل الآية من صورة لقمان ثم اربطها بالمعنى الذي تدل عليه ولا في الأرض ووصينا الإنسان وفي مشيك من صوتك يا بني لا تشرك بالله النهي عن الشرك النهي عن التكبر الإحسان إلى الوالدين والتواضع أنمروا للحل طيب ولا تمشي في الأرض مرحة تنهى عن التكبر هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنى تحث على البر بالوالدين واقصد فيه مشيك واغضض من صوتك التواضع يا بني لا تشرك بالله هذه تنهى عن الشرك آية هذه تنهانا عن الشرك طيب تمرين اللي بعده أختار المعاني الصحيحة لخلق الإيثار العبارات اللي الدل على الإيثار أضع علامتها أمامها علامت فيه تفضيل الآخرين على النفس أن أسمح للآخر بإيذائي التنازل عن الحق لفائدة الآخرين مع احتياجي إليه أن ألبي رغباتي ثم أعطي ما بقي للآخرين أقدم الكبار والمرضى في الحافلة للجلوس ضده الأثرة ضده القسوة طيب انمروا للحل العبارات اللي الدل على الإيثار العبارة الأولى تفضيل الآخرين على النفس التنازل عن الحق لفائدة الآخرين مع احتياجي إليه أقدم الكبار والمرضى في الحافلة للجلوس ضده الأثرة معنى أثير نفسه طيب تمرينا اللي بعده تمرينا اللي بعده يقول لو بالأخضر الآثار التي يتركها الإيثار في المجتمع معناه فوائد وآثار الإيثار في المجتمع محبة الآخرين الشحناء التسامح الثقة الرزق التكافل التكبر الرحمة التنافس المذموم التنافس المذموم التواضع ما هي الآثار التي يتركها الإيثار في المجتمع طيب الآثار التي يتركها الإيثار في المجتمع محبة الآخرين الآثار التي يتركها الإيثار التي يتركها الإيثار في المجتمع التسامح والثقة الرزق والتكافل والرحمة والتواضع كذلك يورث التواضع تواضع ثانسان صحيحاً لما الإنسان يقدم غيره على نفسه هذا يكسبه التواضع طيب تمرناً لبعده قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اختر المعاني الصحيحة من الآية مما يلي وصحح الخاطئة منها أعمل لأنال الأجر في الدنيا فقط أدخن أعمالي ولو لم يشكرني الناس أعمل باجتهاد إذا وجدت من يراقبني وأهمل عملي إذا لم يراقبني أحد إتقان العمل من صفة المسلم الإجتهاد في العمل يعوق يعوق الوصول للنجاح أو يعوق الوصول للنجاح طيب اختيار المعاني الصحيحة اختيار المعاني الصحيحة التي تدخل في الآية اللي هي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم المعاني الصحيحة أعمل لأنال الأجر في الدنيا والآخرة أعمل باجتهاد في كل أحوالي والله يراني في كل مكان أتقن أعمالي ولو لم يشكرني الناس إتقان العمل من صفات المسلم الإجتهاد في العمل يسهل الوصول للنجاح طيب تمرين اللي بعد أكمل المعلومات الآتية خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة لأن وأكمل يسمى هذا الحدث بإستقبله المسلمون الذين يسكنون المدينة وهم أما المسلمون الذين سافروا للمدينة معه فهم أول ما فعله عند وصوله كان رفيقه في هذا السفر نظم علاقة المسلمين مع يهود المدينة طيب أكمل العبارة الصحيح طيب خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة لأن كفار قريش أرادوا إخراجه وقتله يسمى هذا الحدث بالهجرة النبوية كان رفيقه في هذا السفر أبو بكر الصديق رضي الله عنه طيب استقبله المسلمون الذين يسكنون المدينة وهم الأنصار أما المسلمون الذين سافروا للمدينة معه فهم المهاجرون أول ما فعله عند وصوله بنى مسجد قباء وآخى بين المهاجرين والأنصار نظم علاقة المسلمين مع اليهود مع يهود المدينة فوضع وثيقة عهد المدينة طيب تمرين لبعده قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصحيبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكم أجب انطلاقا من هذه الآية ما هو الحدث المهم الذي تكلمت عنه هذه الآية من هم الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسم الغار الذي ذكرته الآية من هو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور في الآية الأجوبة الحدث المهم الذي تكلمت عنه الآية هو فتح مكة الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم هم كفار قريش الغار الذي ذكرته الآية هو غار ثور صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعنيه الآية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الأخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في قناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين